سلام اللبنات ان شاء الله تكونوا بخير يوم جينا ندرو هدي وصفة الكعيكعات بزاف هيلة ونتمنى ان شاء الله تعجبكم نشكركم بزاف ع تفاعل نشكركم بزاف ع تفاعل ديالكم اللي في القناة وبيكم انتوما يعطيكم الصحة ولي زارت القناة الاول مرة معليها غطاب ونتفاعل الجرس باش يلحقها كل جديد وما تنسونا شبلي كومنتي هادوك شابين لتخلوهم دوك نبداول المقادير تلك الكعيكعات كعيكعات طلبتوهم بزاف بزاف هاد الوصفة وانا حديرها على طريقة التقليدية نسحقو ثلاثة كيلة تاع فارينة الفارينة خيرو نوعية مليحة وانتوما كيلو باش يكون عندكم حبيتو بولتع الشربة على حساب الكميه اللي حديروها انا هاد الكميه خرجتلي خمستاش نحبه تاع كعيكعات وانتوما حسبو وش عندكم كميه هنا عندي انا لوس در تفوف العقده دوك نقلكم عليه ولكيلة تعد هان درت سمن وكي بقى اندواء كملتو زيت عاكو تشوفو فيه وتسحقوا قرصة على الملح ونسحقوا المازهر باش نلموا العجينة هادا ما فيها العجينة هادا ما فيها العجينة وهاي الكاس الاول والكاس التاني والكاس الثالث خيرو بلق الفارينة تكون من نوعية مليحة باش جيكم العجينة تدعلكم بيضة اختل العجينة كي تكون الفارينة عينة حجيكم كحلة وميش حجي كامل مليحة منفل كي نكونوا الحلو فيها ما تجيش مليحة دوك نبدأ ونديرو شوية ملح ونديرو مغرف تحت سكر غلاسي كي ما نسيته كي ما نضيش لعجينة ديانة سامتة الملح تطيرت المغرف صغيرة تعلتيها هاديك تطيرت النص ديالها برك ومغرف تحت سكر غلاسي ونديرو اللي حد دهان هاداك السمن وكاين اللي ما يحبش يدير كامل السمن يدير الزبدة بسح يخير الزبدة من نوعية مليحة بسح وشنو الوصفة التقليدية تبقى الوصفة هي الاصلية تعلق الكعيكعة يجو بزاف هايدين نفس هم نفس تشارك المسكر ومبعد تبدو دخلو مليحة هاداك السمن دخلوه حكوهم مليحة في العجينة السر في العجينة تعلها هادو الكعيكعة واللا تشارك المسكر باش كيف يجيكم بنينا وكيف يجوكم طريين يتفتو تشوفوهم بالك عند الناس تقولوا لازم السمن كديروه شوفوا العجينة تتلم الفارينة ما تبقاش كين حبة فارينة ما قاس هاش السمن تتلمنا كما لابات عسابلي شوفو نقدر نلمها هادا السر الاول باش ننجحلكم ويجوي الكعيكة ديالكم يدوب في الفم هاكو تشوفو فيها هايتلمت سافي هنا لميناها بهدك السمن صحة والزيتوش تمدلها قرمشة مع الطراوة شغل يجي طغي ومقرمش في نفس الوقت دوكا وشاكو حديرو كاين تاني حاجة مهمة نمدلكم كامل خطوات المازهر عمركم مديروه بارد على السمن اللي يكون داينوه دافي وشاو حيدير حيدين نوحة الحبيبات الصغار اللي ما يخلوش العجينة ديالكم تكون مريحة تبدو بالعقل ديرو المازهر والفارينة تبقى نوعيات كاين فارينة انا كيلت قل من كيلة اللي درنا بها كاين فارينة نكملوا كامل المازهر وتبقى نلعجينة نورمال ماشي جارية وكاين مين تجرى لنا العجينة قبل ما نكملوا المازهر كاين فارينة تشرب وكاين فارينة ما تشربش كما هنا ديالي انا ما شربت شوية دوك تشوفو صح دايما العجينة جروها كما انا هكا دوك ندخل مليح المازهر ومبعد نخليها تريح إذا كانت شربت اون بعد هاني نبدأ نخدم بيها إذا كانت ما شربت زيدوا لها زوج مغارب فارينة من فوق برك وحتولي العجينة ديالكم هايلا هادا ما كان وبصح يجوكم يجي دوب في الفم هايليك لقيتها انا شربت زيت لها لقيتها شربت وخصها غشوية زيت لها زوج مغارب فارك ومبعد نروح نجيب الميزان القاتوكي تخدم كومون يتخدم باش يجي على حبة توزنو 30 غرام العجينة ديالكم بالنسبة لعقدة اللوز نخليلكم مرة بتاع العقدة اللوز رح يفتشارك مسكر ونخليلكم تاع عجينة السكر وعجينة الشانتية اللي خدمت بيهم الورد حت تلقاوهم لي بلك مزروب ولا حكمت الكيلة تاع اللوز نحمص وندخلو برك يشم شوية النار وندخلو للفرن وبعدها نرحيه كيما رقيق وندير كيلة تاع لوز ونصف كيلة تاع السكر واللم بالما زهر باش نتسبن بنت اللوز كيما كتوفو هنا حليت العجينة نعاو نروحي بالفارينة خطر العجينة ديالي راهي طرية ونجيب اللوز اللوز مدى بيكم ديرو حتى العشانين قرام سخطوك تكونو حت تدوه للناس باش يجي الله الله معمر ومبعدة شوفو هالطريقة تحلو العجينة وترولي وهكدا حتخليلكم الكعيكاعد ديالي دعوا مورقين نغلقهم مليح عليهم ومبعدة هاداك البودة نزيدون شريا نطولوه ونروحوا نشدون نفس اللي نديروها السمينة في الوسط ورقيقة في الأطراف لازم تكون متساوية هاكدا وثاني حاجة لقاطوا تعلوز عمركم ما تطيبوه بعد ما تكملوه تمتم حنخلوه يريح قد ما يريح قد ما يريح قد ما يريح تاني نتيجة مليحة جفت هكا الموس قطحت هنا في الأطراف ونعاود نغلق وثاني كينا حاجة ما تخلوهش مشيان كي ما يقولوه في الطرف نسجمنا الحبة نرجحها كامل متساوية ومبعدة يبقى يبقى هاد دفوات هادولي نخلوهم تشوفو انا سجمتها ما خليت بسح هاد دفوات كامل هيتغطاو كينجو نسكروا برك الحبة ما تكون شرقيقة من جيهة وخشينا من جيهة سجموها هكدا وبعد ندخلهم انا في الفخيجي داغ نخليهم انا كدرت انا ندير قاطو هادا في الليل الصباح ان شاء الله نصباح نطيبهم بعد ما باس في الفخيجي داغ وطقبت هادوك التقبات اللي كتوفو فيهم اربعة تقبات درتهم بلكي يغضو هكا بيش تتنفس لي الحبة دوكا ندخلو مدة عشرين حتى الخمسة وعشرين دقيقة نقسوه النار ما تزربوش عليه هادوك دوكا بعد ما طابلي جبت هنا قدامين مازهر اكتشوفو في المازهر انا يا القاطو ديالي حتديه مولاتو غدوة وحينت كل تاني غدوة عندها مناسبة دوكا نكون القاطو ديالكم حايبطة في المازهر ديروا مغرف فارينة ومغرف سكر غلاسي بسح انا كيامي حتديها غدوة مدى تلوحتها حاجة نخليه يقطر شوية ونجيب ساشي الانيمون تاغ ونصفي فيها السكر كياما كتوفو هنا ودوكا نبدأ نحط الحبات ديالي نخليهم يشربوا السكر ونحن نقدم شغليه ونعاود نولي لهم منين داك ونهازهم كياما كتوفو هدي هي اللي قتلكم عليها عجينة شوكولا وهذا الغوز الفاتح هو عجينة شانتي هايلين بزف الورد وحيعاونوكم ويخرج لكم ورد هايل المره الجاي ان شاء الله حنشاركو معاكم كياما كتوفو هنا نكمن سكر فيه يعني درته هنا وما تخافوش ما حيتكسر لكم اولو وبرك القطو ديالكم خلوه يبرد خلوه يبرد دمليح نخطري لك انسخونه درنا حيشرب السكر وحيجيكم منظر تاعوا باهت وماشي شباب ان شاء الله يا ربي تكونوا فهمتوا كامل الخطوات اللي انا نوريلكم فيها هاكو تشوفو كي ما حكيت لكم خليتو انا ومبعد نوعد نولي ليه ونزيدلو من فوق غير بالصفاية باش ما يبقاش اللي تخيتها يدبسح ولاغا ماما ما كيت خدموا بيدها يخرج هايد ودو كافلا فان هاوليك اللي قطو ديالنا ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله هنكون في حزن ضندكم ووصلت لكم المعلومة ان شاء الله ونتلاقى ان شاء الله في وصفة اخرى بربي ويكونوا هكا حلبية تقليدية بلمسة عصرية هاد الورد درتو انا بس هيط ما درت حاجة كومبليكي بزاف تقدروا تديروها وبعد في الاخير هنا اياه كنت حبا مزال ما دات لهاش الورد قلت نقسمها معاكم باش شوفوه كيفا حيجيكم هاوليك يجيكم يتفتت سخته قطو تعلوز وحده وبدنا ولا ارواح مانيا نقولكم ان شاء الله لذات القناة الاول مرة ما عليها غطابوني تفعل الجرس باش يلحقها كل جديد وباي باي في امان الله اشتركوا مع هاد السور الهيلين باي باي